من أين جاءت كلمة النرجسية؟ تحكي لنا الأسطورة اليونانية عن شاب يدعى نيركسوس كان هذا الشاب مفتوناً معجباً بجماله لدرجة كبيرة ذات مرة رأى إنعكاس صورته على الماء فظل واقفاً مفتوناً مأسوراً بجماله حتى مات ومن هنا تم اشتقاق كلمة النرجسية في علوم النفس وضمن الأمراض النفسية فما هي صفات النرجسي التي يجب التحذير منها؟ أهم صفات ميز النرجسي هي داء العظمة يؤمن النرجسي إيماناً غير قابل للشك أو للطعن أو حتى للنقاش وللجدال بأنه أفضل من الجميع تصرفاته، حركاته، رؤيته، أفكاره، معتقداته وكل ما يملكه أو يظهر به النرجسي هو دوماً متميز وأفضل من الجميع حتى فترة الخلق كانت هناك عناية خاصة بالنرجسي متميزة عن الآخرين والنرجسي يعشق كلمة واو لكل أفعاله الصفة الثانية التي تميزه يعشق لغة اللايك، لغة الإعجاب تحرك النرجسي لماذا لم تقول واو؟ عطس النرجسي لماذا لم تقول واوين؟ أكل النرجسي، تحرك النرجسي، مشى النرجسي، وقف النرجسي، لبس النرجسي لماذا لم تقول واو وتقول ما هذا الجمال الأخاذ؟ السماء الثالثة التي يمتاز بها النرجسي هي حب الذات وحب الأنا والأنانية حتى يصل إلى هدفه مستعد هذا النرجسي أن يحطم كل من حوله في سبيل أن يحصل على ما يريد وما يرغب الأنانية المفرطة الممزوجة بعدم الرحمة وغياب المشاعر العاطفية الإنسانية هي أكثر ما تميز النرجسي النرجسي لا يتعاطف مع أي أحد ولا مع أي قضية ولا مع أي حالة تمر أمام عينيه إذا كانت هناك مأساة معينة فيركب هذه المأساة من أجل الظهور وإذا كان هناك حدث معين فهو يعشق الظهور على حساب الآخرين على حساب الأوجاع والآلام وعلى حساب العلاقات هو مستعد أن يدوس على كل قضية يؤمن بها الآخرون في سبيل أن يظهر النرجسي حتى يحصل على كلمة واو أو يحصل على كلمة إعجاب النرجسي محروم داخليا من الرضا والقناعة مهما قدمت له دوما يبقى صاخطا ناقما ويعتبر بأنه الأفضل والمتميز والمتجرد بتميزه فلذلك دوما ينظر إلى الأشياء بأنها قليلة في حقه ويجب على الآخرين أن يقدموا الغالي والنفيس حتى ينالوا رضا النرجسي النرجسي لا يقبل الانتقاد إطلاقا لمجرد أنك تفكر بانتقاد النرجسي أو توجيه ملاحظات للنرجسي لمجرد التفكير فأنت أخطأت بحق هذا الكيان العظيم المسمى بالنرجسي لا يقبل الانتقاد لا يحب الأشخاص الذين ينتقدونه أو يوجهون له الملاحظات فهو يكره هؤلاء ويحاول دوما الانتقام منهم النرجسي هو سيد التصنع دوما يحاول أن يلبس شخصية غير شخصيته الأساسية الداخلية فهو يلبس دوما رداء الطيبة والكرم والأخلاق الطيبة والتهذيب والكلمة الطيبة ويحاول دوما أن يلبس الأشياء الإيجابية التي تخالف قناعاته من أجل أن يخرج أسوأ ما في الآخر حتى يقول انظروا هذا الآخر سيء هذا الآخر هو الذي يريد أن نيل مني لأنني أنا الشخص المهذب الجميل الجيد النرجسي هو ملك التمثيل يظهر لك دوما كم هو مسكين وكم هو مظلوم وكم هو يعاني والسبب لأنك أنت ارتكبت بحقه آثاما كبيرة لأنك أنت تستهدفه وتحاول النيل منه لدرجة تعتقد بأنك أنت مخطئ بحقه ثم تأتي إليه معتدرا وهذا ما يريده النرجسي هو النيل منك والتخلص منك النرجسي يتقن لغة الاستفزاز دوما يحاول مع الآخر أن يضع الآخر في أماكن لا تناسبه فيجعل الآخر يخرج عن طوره وعن تحكمه الداخلي وتحكمه العصبي ثم يبدأ الآخر بأن يخرج أشياء خارج عن نطاق عقله وإرادته ليظهره أمام الناس بأنه شخص سلبي وسيء جدا فاحذروا منه واتبعوني أنا النرجسي مستعد أن يتلاعب بالحقائق ومستعد أن يقلب الحقائق بما يخدم مصلحته الذاتية عندما أنت تتكلم بكلام معين يقوم بتحوير الكلام إلى اتجاه سلبي ثم يقول انظروا هذا الشخص يتكلم عني الكلام الفلاني من أجل ماذا؟ أن ينال منك وأن ينتقم منك وفي ذات الوقت أن يجعلك تتعب نفسيا قبل أن يدمرك تدميرا غير قابل للترميم النرجسي يعشق لغة السيطرة ولغة التحكم بالآخر يريد من الآخر أن يكون عبدا خاضعا ذليلا تحت قدمين النرجسي لماذا؟ لأن النرجسي هو القائد هو المتميس وهو الصنف البشري الأول الذي يجب أن يتحكم بالآخر ويريد أيضا من الآخر أن يمجد النرجسي دوما سواء كان بالكلام أو بالنظرات أو بالأفعال أو حتى بالمشاعر الداخلية النرجسي يرتب علاقاته دوما على مبدأي الاستحقاق ومبدأ الاستفادة الاستحقاق أنا النرجسي أستحق كل شيء لأنني أنا الصنف المتميز المتفرد أما بالنسبة للاستفادة إذا كنت أنا أستفيد منك كنرجسي فأهلا بك غير ذلك فودعا للأسف بأن النرجسي غير مستقر داخليا فهو دوما يلقي اللوم على الآخر في كل الأفعال وفي كل التصرفات حتى وإن كان النرجسي هو صاحب الذنب الأساسي إذا تعرض لموقف معين يهرب من هذا الموقف إذا تعرض للمسؤولية فهو يهرب من المسؤولية سهل التنازل من أجل الهروب حتى يظهر دوما بمظهر بأنه الشخص المتميز الذي لا يخطأ إطلاقا ويحمل الآخر دوما مسؤولية كل الدمار الذي يخلفه النرجسي النرجسي متعب جدا ووجود النرجسي في أي وسط اجتماعي يؤدي إلى خلل هذا الوسط الاجتماعي قلوا للنرجسي دوما إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا ترجمة نانسي قنقر